سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام زوجنات بسبب زوجها وحاولت الرحيل بسبب ابنتها واخذ والدها العزاء فيها وهي حية الفنانة زوزو ماضي هنهرف تفاصيل كتير جدا عن حياتها الفنية وكمان الشخصية هي من موليد 14 ديسمبر عام 1914 في بني سويف من أسرة أصلها لبناني ابن عما هو الشاعر الكبير إليا أبو ماضي واسمها الحقيقي فتن داود سليمان هي مسيحية الديانة والدها كان تاجر أقطن ميسور الحال ورزق قبلها بخمس أبناء وتوفوا جميعا وأحضر لها مربية سويسرية لتعلمها اللغات كما أنها درست وأحبت العصف على البيانو عن بدايتها الفنية فقرأت زوزو إعلان بالجريدة عن طلب المخرج محمد كريم صور من أجل اكتشاف موهبة جديدة فصارعت زوزو بإرسال سورتها وكانت تتمنى أن تصبح نجمة مشهورة وأرسل لها المخرج محمد كريم والتقى بها في مكتب رئيس مجلة المصور وقالت إن هي تم نشر سورتها من خلال المجلة لكنها أخبارها بضرورة موافقة أسرتها لأنها كانت قاصر ووقتها طلب موافقة والدها فرفض والدها بشدة فلجأ لزوجها وهو ابن عمتها والذي تزوجها وهي عمرها 15 سنة وأنجبت منه إيفون وأنتوان ووافق زوجها بعد الحاحة فذهبت للقاهرة واستقجرت ورفة قدمت أول دور لها من خلال السلمة في فيلم يحيى الحب وده كان عام 1938 بطولة الفنانة ليلى مراد والمسكار محمد عبد الوهاب لما اتعرض الفيلم في دور السلمة قام والدها بأخذ العزاء فيها وهي حية بعد أن رفض رفض قاطع عملها بالسلمة والفنانة حياتها الشخصية هي تزوجت الفنانة زوزو ماضي في عمرها 15 عام من ابن عمها وأنجبت منه إيفون 1931 وأنتوان 1929 لكنها لم تكن تحب زوجها لذلك لم يدوم الزواج طويلا وحدث الانفصال في 1954 وتعرفت بعد ذلك على رجل أعمال يدعى كمال عبد العزيز وتزوجت منه لكن بعد تسع شهور من الزواج فوجئت برجال المباحث يقطحمون المنزل تم سجنها وعلمت بعد ذلك أنه تاجر مخدرات وحكم عليها بالمؤبد 25 سنة وقضت زوزو في السجن الاحتياطي 9 شهور وقامت بعد كده المحكمة بتبرئها والإفراج عنها في مارس 1957 وفور خروجها حصلت على الطلاق منه أما عن أزمتها بسبب ابنتها إيفون فبعد خروجها من السجن كانت مفاجأة في انتظار زوزو ماضي فسفرت ابنتها إيفون إلى إيطاليا لتعيش حياة العبس والاستهتار وحاولت أن تعيد ابنتها بكل الطرق لكنها فشلت وابنتها نهرتها وأدمنت زوزو الكحول بسبب ابنتها وحاولت الانتحار بالحبوب المنومة إلا أن خادمتها ومدير التصوير محمد عز العرب صديقها أنقذوها في الوقت المناسب من الموت عن رحيل الفنانة زوزو ماضي فرحلت عن عالمنا الفنانة في 9 إبريل عام 1982 عن عمر يناهز 68 عام بعد معانتها مع مرض قرحة المعدة بعد حياة مليئة بالتعب وتاركة خلفها سيدا فنديا كبيرا ما زلنا نتذكره حتى الآن رحم الله الفنانة القديرة زوزو ماضي